الاكلة دي عشان تشبعي منها عايزة عشرين ساندويتش ورتلي بيبس يلاو بينا نشوفها نعملها ازاي ازاي بتاعة العربيات بالزبط اللي نفسنا بتروح لها اول ما بتشم الريحة اول حاجة معايا طاصة على النار اوصانية حطت فيها معلقتين من الزيت وكنت مقطعها السجوء بالشكل دوت كده وطبعا تشتري السجوء من جزار مدمون علشان خاطر النتيجة تكون مزبوطة هشوح السجوء مع الزيت لحد ما يغير لونه في الوقت دوت كده انا حضرت معايا المكونات اللي هنبدأ ندفها دلوقتي يلا بسرعة اكتبلي في الكومنتات بتتفرج علي منين وما تنسيش تحط اللايك وتعملي متابعة بعد ما السجوء اتشوح معايا بالشكل دوت كنت محضرة معايا بصلايا والبصلايا اللي انا هحطها بصلايا مبشورة هقلب البصل مع السجوء لحد ما يبدأ اللي هو لونه كده ياخد لون سيكا وبعد كده هحضر معايا فصين من التوم لو التوم اللي عندك في رشة تقدر تحطيه كده مكعبات صغيرة لكن التوم المتوفر عندي مهروس فحطت كده حوالي نص معلقة كبيرة التوم هيتشوح واول ما يبدأ اللي انا اشم رحت التوم هنزل ببقية الخضار اللي هو عبارة عن فلفل في الوقت دوت خلاص كده التوم معايا تحمر والبصل كمان بقى تمام نزلت بكمية الفلفل كله وهنا بقى حط الفلفل اللي انت عايزيه هقلب الفلفل مع السجوء لحد ما يتشوح كده شوية والفلفل ياخد لون كده وبعد كده هنزل بالطماطم وطبعا الطماطم اللي انا هضيفها طماطم مبشورة لو حبت حطيها مكعبات ما فيش مشاكل بس لو حطتها مكعبات القشر الخارجية هتبرم كده وتبقى مش حلوة مبشورة احلى عشان من غير قشر خالص هحضر معايا معلقة كده من صلصة الطماطم المعلبة على نص كباية من الماء وهحطها على السجوء وهحط التوابل عبارة عن ملح وفلفل اسود وشوية من الكمون ولو حبت حطي سبع بهارات ما فيش مشاكل انا حطيت ملح وفلفل اسود وكمون وبس كده هقلب كله مع بعض واسيبه لحد ما يتسبك بالشكل ده يا سيدي بقى على الحلاوة والطعومة فينو بقى صغير كده بيتباع في الفرنة بيكون جميل وزي العسل اعملي بقى سندوتشات كل واحد عشرين سندوتش كده عشان يكفيهم شوية بقى سندوتشات حلوين كده ولا اكل من برا ولا اي حاجة كل حاجة موجودة في البيت وافتح المضعم عندك في المطبخ سلام عليكم